السلام عليكم ان شاء الله في هذا الدرس رح نتكلم على موضوع اللي هو current divider او مقسم التيار وحنتكلم على voltage divider ونحل شوية مسائل على هذا المواضيع فبداية اللي هو current divider انه انا لو في عندي تيار اللي هو التيار الكل اللي ماشي في الدائرة اللي هو التيار هذا وبمشي هان وبتفرع في تيار عند النقطة هذي على التيار اي واحد والتيار اي اتنين فالآن انا كيف بدى اجيب اي واحد اي اتنين بدلالة اي توتل ممكن انا لما يكون عندي ال vs معلومة فبكل بساطة ممكن اقول بما انه ال vs توازي على ار اتنين و ار واحد اذا الجهد كله متساوي فبكل بساطة ممكن اجيب اقول له انا ال i واحد مثلا بدى تساوي ال vs على ار واحد وكذلك ار اتنين بالنسبة للطيار اي اتنين ولكن في احيان بكون مسلا اوفر علي في طريق اسهل او بكون عندي ال vs مش معلومة بتبقى مسلا دائرة كبيرة بس معلومة عندي بس التيار المتفرع فبكل بساطة كيف انا بدى اعمل التيار بدلالة التيار اي واحد بدلالة مين التيار الكلي فبكل بساطة بقول له اي واحد بدى يساوي مين المقاومة اللي بعيدة اللي هي التوازع الشقة التانية تمام على مجموع المقاومات المقاومة هادو المقاومة هادو ضرب التيار الكلي اللي داخل في الدائرة اللي هو مين التيار هذا لو بدى اجيب التيار اي اتنين اي اتنين اللي هو بقول له فبقول له بجيب المقاومة اللي بعيدة اللي هي مين ار واحد على مجموع المقاومات هادي وهادي ار واحد زائد ار اتنين في التيار الكلي تمام الان لو كان في عندي انا طيب تلت مقاومات على التوازي ايش بتروح ممكن تسوي بتروح تعمل مثلا انت بدك هادى ار واحد بدك التيار اللي مرر في اي واحد طبعا ايش بتروح بتسوي بتعمل هادول التنين بتعملهم اختصرهم في مقاومة واحدة ار مثلا شرطة مثلا هادى ار اتنين و هادى ار تلاتة التوازن مع بعض وبتحلها وبتيجي تعمل اياها رسمة هيك ار شرطة وفي عندك هانا ار واحد وممكن تجيب التيار اللي مرر في ار واحد بحيث انه ايش دول انه اي واحد بده يساوي ار برايم على ار واحد زائد ار برايم في الطيار الكلي تمام هذا لما يقبل في عندي تلت مقاومات اه هو هانا فيه في المسألة عامل بقول لك لما يكون في عندي تلت مقاومات هو عاملها على طريقة طريقة القانون هذا انه بقول لك مثلا بدي انا اي واحد فبروح بجيب ار الكلية اللي هي من التوازي التوازي اللي هو القانون واحد على ار توتال بدي ساوي واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين زائد واحد على ار تلاتة في الاخر بتجيب المقلوب فاش بقول لك مسلا هاي هدا بده اه تيار اي واحد بقول لك جيب هدول لك كلهم مكافئات تمام اللي هي ار توتال قسمها على ار واحد وضربها في التيار اي توتال البداية ما نشتغل على هدا يشتغل بس انا بشوف الطريقة هادي اللي انك انت تختص المقاومتين في مقاومة واحدة وتشتغل على القانون هذا افضل لك خلينا مثلا في السؤال هدا نجي نحلو نجيب مثلا التيار اللي هو من اي واحد فتعال انا في عندي هنا مقاومات فانا بده اختصر ليه ار اتنين و اتنين في مقاومة واحدة فبده اقول له ار برايم بده يساوي ار اتنين و ار تلاتة بالتوازي ليه ار اتنين بالتوازي مع ار تلاتة اذا ار برايم بده يساوي حاصل ضربهم على حاصل جمحهم تمام فباج اقول له اللي هو تلاتمية وتلاتين اه ضرب متين و عشرين ضرب متين و عشرين هذا يساوي تقسيم اللي هو ار و ار اتنين و ار تلاتين تلاتمية وتلاتين تلاتمية وتلاتين زائد اللي هو ميتين و عشرين هذه حتساوي ار برايم حتساوي حتساوي ميتين و تلاتين او ميتين و تلاتين انا ايش اللي عملته اختصرت دول المقاومتين في مقاومة واحدة سميتها ار برايم الان بده يجيب الطيار اي واحد اي واحد بده يساوي المقاومة اللي بعيدة اللي هي مين ار برايم اختصرتها انا على ار واحد زائد ار برايم في الطيار الكل اللي هو مين عشرة تمام الان ار برايم اللي هي مين ميتين و تلاتين ضرب عشرة تمام تقسيم اللي هو R1 اللي هي 680 680 زائد اللي هو R1 اللي هي 132 ساكر القوس بيطلع معايا القيمة هادي بيطلع معايا I1 I1 بيدي يساوي 25 أمبير تعني نجي نشوفها بالنسبة للطيارة طبعا معايا أوزن هو فعلا القيمة اللي حصلت عليها بس طبعا أنه هنا مقرب بما أنه الرقم اللي بعد 2 رقم 5 أو أكتر فيتقرب إلى تصير 3 وممكن تجرب باقي الطيارات ممكن أنك تجيب I2 بتروح تاخد أنت المقاومة R1 والمقاومة R3 بتاخدهم بالتوازي اللي هي بتسميها R مثلا double prime وبتجيب نفس الطريقة I3 ما فيش داعي أنك أنت تروح تعمله قانون بحيث أنه لاحظ تطبق قانونك تشوف أنه مجموع التيارات عند أي نط بيساوي 0 فلداخل بيساوي الخارج بيكون عندك هذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم وهذا مجهول فبيتطبقهم بيطلع معك أو إذا بتريد تشتغل على قانون هذا برضو اشتغل أنت بتشوفه مناسب الآن نيجي إلى موضوع اللي هو voltage divider اللي هو مقسم الجهد أنه بيقول لك أنه أنا لما يكون في عندي هنا مثلا مقاومة وفي عندي هنا كمان مقاومة مشبكين على مصدر الجهد المصدر الجهد هذا اسمه VS وعندي هذا مقاومة R1 وعندي هنا مقاومة R2 تمام وجد قلت لك أنا بدي الجهد V1 وبيدي الجهد طبعا V2 طيب ماشي أي واحد فينا رح يجي يطبق لهو قانون وراح يقول أنه إيش أنه أنا بعرف أنه عشان أجيب الجهد بدي أجيب من التيار أنا بعرف الجهد هو عبارة عن المقاومة فالتيار اللي مارر فيها فإش بتروح تجيب تجيب التيار الكلي اللي مارر هنا لهو VS على مجموع المقاومتين لأنه التيار المقاومتين هدول بيعمل على إضعاف لأنه بيمر فين هنا التين تين بعد ما بتروح تجيب التيار اللي مثلا I بده يساوي اللي هو V على R1 زاد R2 اللي هو VS تيجي بتعوض عن قيمة التيار هنا بمسلا V1 في R1 أو V2 في R2 هذا كلام سليم ولكن في قانون هو أصلا مشتق من هذا العملية ولكن احنا ما فيش داعي نقول كيف اشتقنا في ببساطة أنا اش بدأ اقول بدأ اقول مثلا بدي V1 أو V2 بدون ما اجيب الطيار بدلالة من ال Vs ايش اعيد تاني انا بدي اجيب قيمة V1 بدلالة ال Vs واجيب V2 بدلالة ال Vs بدون ما اوح اجيب الطيار طيب مشا كيف اذا بتم انا بقول لك V1 بدها تساوي المقاومة القريبة عكس موضوع الطيار تعتوي كنا نقول المقاومة البعيدة ملاحظ انه يستخدم في التوالي لانه في التوازي الجهد متساوي اذا V1 المقاومة القريبة مين هي المقاومة القريبة اللي هو Vs ممتاز طيب انا لو بدي V2 V2 بده يساوي V2 بده يساوي المقاومة القريبة اللي هي مين R2 على مجموعة المقاومات ضرب المصدر يعني قانون بسيط جدا لو كان في عندي هنا ثلاث مقاومات فنفس القصة بس تروح انت اش تجمع المقاومة تحت طيب الان خلينا مثلا لو بتقول هنا في عندي هنا خمسة اوم وهنا ثلاثة اوم وقول عندك في هنا خمسة عشر فولت ايش بدنا نجي نقول بنقول انه V1 بده تساوي من خمسة على خمسة زائد ثلاثة ضرب خمسة عشر واذا بتشوف الجواب قديش بطلع V2 بده تساوي R2 قديش ثلاثة على خمسة زائد ثلاثة ضرب خمسة عشر وتشوف الجواب قديش بطلع عندك بالجهود هذا ببساطة هو من V2 ديفايد الآن في عندي هنا مثال بقول لك اوجد قيمة التيار المارف المقاومة R2 وكذلك في التيار المارف R3 بكل بساطة بأجي اطلع انه في بده عندي هنا تيار وعند هنا تيار طيب اوكي ماشي انا ممكن كيف اجيب الحل اول حاجة ممكن انه انا اختصر هدول المقاومتين مع بعض لاحظة هدول المقاومتين مع بعض توازي منتاز فممكن انا هدول التنتين اسميهم R' بده يساوي R2 بالتوازي مع R3 بتشوف انت قديش طبعا هما بيساوي هتلاحظ انهم بيساوي القيمة هدي اللي هو 1.32 كيلو اوم تمام الان بعد ما بتجيبهم ممكن ايش تروح تحل تقول انان صار فيه عندي انا مقاومتين مقاومة هدي R' ومقاومة هدي فممكن ايش تروح تجيب انت الجهد من هان لهان هو نفسه الجهد ع المقاومة هدي هو نفسه الجهد ع المقاومة فممكن ايش تقول V على R' يعني الجهد حنا الان هذه الدقرة صارت بالشكل هذا انا في عندي هنا ر برايم وصار في عندي هنا ر واحد مشبوكة على المصدر اللي هو اتنين وعشرين فولت طبعا فباش بدي اقول مسلا في ر برايم بدو يساوي المقاومة ر برايم على ر واحد زائد ر برايم ويساوي قديش فبنيجي خلينا نيجي نشوف قديش اللي هو طبعا هادي احنا نسينا نقول هانا في عندي ضرب الفي اس طيب ماشي الان الار برايم قديش رية واحد فاصل ثلاثة اثنين كيلو ضرب المصدر قديش قيمته المصدر قيمته اثنين وعشرين هذا كله يساوي تقسيم مين تقسيم ار واحد اللي هي واحد زائد اربرايم اللي هي واحد فاصل ثلاثة اثنين اذا قيمة في ار شرطة بدا تساوي اتناعش خمسة اتنين فولت تمام اللي انا اعلمت اه قيمتي اللي هو في اه على الار شرطة والهي نفسها الجهد على المقاومة ار اتنين وار تلاتة فاذن ايش الان بجيب ممكن اجيب اي اتنين بده ساوي في ار شرطة اللي حصلت علي على المقاومة اللي هو مثلا اتنين فاصل ثنين كيلو اتنين فاصل ثنين كيلو اللي هو قيمة ار اتنين فهذا ممكن اجي اقول لهان القيمة هذي تقسيم اتنين فاصل ثنين ازان الطيار حسابه معي الخمسة فاصلة ستة تسعة ميلي امبير ليش ميلي لانه انا عندنا مقاومات بالكيلو انا لما اجسم على كيلو نجسم على الف فتطلع بالميلي نيجي نشوف اي اتنين ازان فعلا اي اتنين نفس القيمة اللي انا حصلت عليها وبتروح اتجيب مثلا اي ثلاثة نفس القصة بتقول له في ار شرطة على ثلاثة فاصلة ثلاثة وبطلع نفس القيمة تمام هذا حل هذا حل او ممكن تحل مثل هذا السؤال فممكن ايش تروح اتجيب بعد ما تجيب الار توتل الكلية اللي هي انت ايش اللي هي ار واحد بالاضافة لار برايم بتجيب اتروح اتجيب التيار التيار بدي يساوي الجهد الكلية على المقاومة الكلية بيطلع معاك وبتيجي تطبق هنا قانون من current divider كيف current divider انه انا في عندي هنا اي توتل معلومة وفي عن المقاومات فبتيجي ايش بتقول تطلع معايا انه اي اتنين بدي يساوي القيمة المصدر على المقاومة البعيدة تقسيم من المقاومتين المقاومة البعيدة اللي هي ايش المقاومة هادي اللي هو قانون current divider بشكل مباشر وبطلع معاك والتنين نفس الحال الان هذا مثال تاني بقولك اوجد قيمة التيار المارف المقاومة R4 بده التيار المارف المقاومة R4 بحيث ان المصدر عندك هنا معلوم اوكي ماشي بما انه خمسين هنا معلومة اذا اللي هنا برضو لانه بالتوازي هي قيمتها خمسين والجهد اللي هنا برضو قيمته خمسين فهذا هذا اللي هنا مش حيلزمني كتير انا فاجه بتطلع هنا ممكن انا اختصر كل هدول المقاومات في مقاومة واحدة اللي هو R4 مع R3 بالتوازي كلهم هدولة تجمحهم مع مين ما اللي جنبها بالتوالي فمنيجي نشوف R total قديش R total هي عبارة عن القيمة هادي الان بعد ما اجيبت قيمة المقاومة ممكن انا اجيب التيار اللي مرنا هنا ولا لا الان صارت عندي الشكل بالشكل هذا صار في عندي هان هذه R total وصار في عندي هنا R وعندي هنا موجب هنا خمسين هادي اللي هي هايها خمسمية وستين وهادي اللي هان كله هي عبارة عن R total لان اجيبت قيمتها هانا اللي هي خمسمية تمانية وثلاثين خمسمية تمانية وثلاثين تمام الان اش ممكن بدروح اجيب بدي اجيب التيار اللي مرر هان اللي هو التيار I2 هو نفسه I2 كيف بدي اجيبه انا بعرف من هالله انا خمسين فولت اذا I2 بدي يساوي خمسين على قيمة المقاومة اللي حصلت عليها اللي هي خمسة ثلاثة تمانية وشوف قديش بتطلع معايا اللي هي قيمة هادي تمام الان اجيبت قيمة التيار اللي هو I2 هو هذا I2 اللي مر في الفرع اللي هان بقدر الان اجيب التيار I4 باقدر عن طريق بقول المقاومة البعيدة 330 على مجموع المقاومتين في التيار I2 وتيجي بتلاحظ انه نفس القضية حللها معاك هان قال لك المقاومة البعيدة على مجموع المقاومتين في التيار I2 وحصل على التيار لان في برضو شوية امثلة يعني بسيطة بتمر عليها يعني بسيطة بتمر عليها الان نيجي للمثال هذا في المثال هذا بقولك اوجد الهبوط على كل مقاومة احنا منعرف يعني بدي المقاومة هادي ايش بدي اجيب اروح اقول بقوله الفرق الجهد بدي ساوي التيار اللي مرر في المقاومة تمام؟ فانا بدي ايش مثلا في المقاومة هادي فبروح بدي اجيب I1 I1 كيف ممكن اروح اجيبه بجيبه بقانون اللي هو current divider بقوله المقاومة البعيدة على البعيدة في القريبة وهكذا تمام؟ ولكن انا ممكن اختصر القصة بحيس انه انا بعرف انه المقاومتين هدول ممكن اخليهم مقاومة واحدة لما اجيب الجهد عليها هو كأني جيبت الجهد على التنتين يعني ممكن كيف يعني انه تختصر تقول لي مثلا هاي R' بدا تساوي R1 بالتوازي مع R2 وتجيبهم بعد ما تجيب المقاومة تشوف قيمتها قديش بتقيم كل هذا هيك وبتحلها بمقاومة واحدة تمام؟ الان فرق الجهد على المقاومة هادي قديش اللي هو عبارة عن التيار هذا في المقاومة نفسها وهذا هو نفسه هذا هو نفسه اللي هو الجهد على المقاومتين التنتين ولكن في ناس ممكن بتقول بديش ان هذا الحل فانا باجيب اقول لك يا سيدي مش مشكلة خلينا نمحى هذا الكلام واقول انا بدي الجهد اللي وين على المقاومة على المقاومة هادي اش في باجيب بروح بقول له بد اقول اول حاجة المقاومة معلومة اللي هي R واحد هايها تمام؟ الطيار اللي فيها مش معلوم فبقول له I واحد بدي يساوي مين؟ المقاومة اللي بعيدة اللي هي R اتنين على مجموع المقاومتين من R واحد زياد R اتنين في التيار الكلي اللي هو I total هذا قيمته هاي محلولة قديش قيمته اللي هو ستمية تمانية تمانين مايكرو اللي تعاني يجي نحلها قدامكم عشان في بعض طولة بقولك ايش المايكرو ولو انه هذا مفروض كل كلام اخدناه R اتنين اللي هي 2.2 كيلو 2.2 كيلو تقسيم اللي هو R واحد واحد زائد 2.2 كيلو سوري 2.2 اتنين فاصلة اتنين هذا كله ضرب ضرب I total اللي هو اللي هو ضرب واحد بتساوي القيمة هادي القيمة هادي اي واحد بدي يساوي point ستة تمانية سبعة ميلي امبير في الكتاب هو ايش عامل لك؟ انه قال لك هادي بدي اخليها صحيحة هي نفسه بتساوي اللي هو لو ضربنا في ضربنا في عشرة الباور تلاتة فتطلع هادي معي مايكرو اللي هي ضرب عشرة للباور سيلف ستة او ممكن تخليها بالشكل هاد الان بعد ما جبنا احنا مين قيمة اللي هو التيار قيمة التيار اي واحد هذه قيمة التيار اي واحد ممكن اجيب فرق الجهد في واحد بده تساوي مين اي واحد في المقاومة ار واحد ويتساوي هذا طبعا ضرب واحد اللي هي القيمة هي هي فتطلع معي نفس القيمة اللي هو الجهد بده يساوي بوينت ستة تمانية سبعة خمسة فولت تمام هذا هو الجهد على المقاومة على المقاومة هادي هو نفس القيمة انتو شايفين هادي هي نفسها القيمة هادي بالميلي تمام ولكن انا بعرف ان المقاومة هادي بالتوازن مع مقاومة ار اتنين اذا فرق الجهد اللي عليها نفس الجهد اللي على المقاومة اللي هان تمام نفس القصة باجي هنا بده اقول انه بده اجيب الجهد اللي هان من هان لهان اللي هو من اي لبي ممكن اجيب الطيار اي ثلاثة فبقول اي ثلاثة بده يساوي على المقاومة البعيدة اللي هي ار اربعة زائد ار خمسة على مجموع المقاومات ار ثلاثة و اربعة و خمسة ضرب من الاي الكلية تمام طيب بعد ما اجيب الاي ثلاثة بضروبها في المقاومة هادي وهيك انا جبت الجهد على المقاومة هادي تمام وهو نفسه الجهد على التوازن باللهان طيب ماشي جبنا الجهد اللي هان طيب لو بديجيب الجهد على الاربعة لحالها و ار خمسة لحالها هو نفسه فبتروح وتقول لي اتطبق قانون وبتجيب الجهد على الاربعة و ار خمسة وهي عندك السؤال محلول في الشكل هذا وتقريبا نفس الفكرة نكتفي احنا لعند الهان بس قبل في اه موضوع لما يكون في عندي هنا انا جهود عندي هنا مثلا هنا جهود مع بعض يكون مثلا بالشكل هذا و قلنا لما يكون في عندي جهود بالشكل هذا وجهود بالشكل هذا تمام او جهود بالشكل هذا وجهود بالشكل هذا و هدول التنين موصلين في دائرة بدي اعجي انا بدي اقيس الجهد اللي هان تمام افرض انه هذا 12 فولت و افرض انه هذا 12 فولت و إحن احنا الخلنا مثل انا بدي اجيب الجهود فارح بطلع بقال انا بدي افرضxico، أنني امامي في الاتجاه اللي فهم 6 ag. و سوف أقوم بعمل beating 2 فهم الآن بعمل هذه القيامة والصدر صقد تناقص لها هنا بردو تناقصي بما انهم التنين تناقصي او حتى لو كانوا التنين تزايدي يعني التنين زي بعض فباخد اشارة اي واحد فيهم مثلا اشارة اللي هان القطبية اللي هان قديش موجبة هايها القطبية عشقة التاني هادي سالبة فبحطها هنا سالبة تعالني اجه المثال التاني هاي فيه عنده هان اتناعش وفيه عنده هان ثمانية وبدي اجيب الجهد اللي هان مسلا الفي وجيبت فولتميتر وجيبت الفي اللي هان اوكي فبدي اجي اقول امشي هنا هي قديش سالب اتناعش وامشي هنا هيك فبلاقي حالي جاي وين هنا تصاعد زائد ثمانية حاصل الجميع قديش بيصير عندي هنا سالب اربعة فباجيب اكتوب الاربعة زي ما هي باجيب اتطلع هل هذا التناقص والتين تناقص او التين تزيدوا زي بعض لا بلاحظ واحد تناقصي واحد تزايدي اخد اشارة مين فيهم باخد اشارة الاكبر اللي هو مين اتناعش اشارته كيف القطبية هدي موجب القطبية هدي سالبة وهكذا اي سؤال تقدر تحلوا هذي طبعا بيدل انه انا دائمان توصيل التوالي مش لازم يكون اجمع جمع وبيزود مثلا اتناعش واثناش اربعة وعشرين ولكن 12 8 ممكن الناس تفكر الجواب 20 لا بس طلع قد يش طلع معاك 4 هدا مين بحدد عندي بحدد عندي السالب مربوط مع الموجب ولا السالب مع السالب ولا كيف وضع الأقطاب فانت بدك تحل لما تتأكد انه حلق صح ولا لا فانت ممكن تعمل اللي هو كيرشوف فولتيج لوب ايش يعني قانون كيرشوف الثاني للجهود اللي هو ايش بنص بنص انه بقولك مجموع الجهود في اي لوب مغلق او اي مصر مغلق وساوي سفر تعاني جي نجرب هنا خلينا نمشي في نفس المصار هنا تناقص يناقص اطناعش طيب ماشي ابعدية هنا قديش هنا تزايد زائد 8 تعاني اللف هنا هيا قديش زائد 4 اجمع حدولها فعلا بطلع معاك قديش ساوي سفر تمام هادي الطريقة طريقة اخرى ممكن اللي هو تعاني جي نشوف مثال تاني هادي هذا مثال وهي هذا مثال الآن في عندي هنا مثلا هنا تمانية وفي عندي هنا ثلاثة ونشوف القطبية اللي هاني الآن اجرب طريقة اخرى انه انا افرض قطبية من عندي وقيمة مجهولة اللي هي ذي من عندي الآن ايش خلين احطن هذي فرضية من عندي والآن اجي اجرب ااخد كيرشوف فولت جلوب في المسار هذا طيب ونطبق قانونه بحيس انه مجموع الجهود يساوي سفر طيب انا ماشي الان هنا ايش تناقص ناقص تمانية ماشي هنا زائد ثلاثة لفينا لفينا اجينا هنا ماشي من السالب للموجب اذا زائد في هذا كله بدي ساوي سفر تمام السالب تمانية وزائد ثلاثة سالب خمسة بدي ساوي انجل في على الشقة التانية بيتساب بالسالب في سالب مع سالب بروح اذا في بدها تساوي خمسة إذا بما أنه طلعت هنا قيمة موجبة من السالبة إذن القيم اللي حصلت عليهم صحيحة أو القطبية اللي أنا فرضها صحيحة وباجي بقول له أنا إيش خمسة أما لو طلع معايا الجواب سالب خمسة سالب يعني الأقطاب اللي أنت حدطهم غلط فبتروح إيش بتعكسهم تمام؟ أتمنى إن شاء الله الشرح هذا بيكون واضح وطبعاً لما يكون فيه عندي الآن لما أنا جاء أقول لك أنا هنا أقطاب مثلاً هنا فيه عندي رسمة بالشكل هذا وفيه عندي الآن رسمة بالشكل هذا وعندك هنا 24 وعندك هنا قديش؟ 12 تمام؟ وهذه طبعاً موصلة في دائرة مثلاً موصلة في دائرة فيها مقاومة تمام؟ قديش قيمة مثلاً مثلاً هذه المقاومة أقول عنها قيمتها 6 أوم وجدت لك أوجد لقيمة التيار المار في الدائرة فلاحظ إنه أنت ممكن تقول لي من هان لهان في جهد وتيج تاخد اللوب اللي هان لحاله تقول لي هانا سالب 12 زائد 24 تمام؟ تمشي هنا ناقص V بدي يساوي 0 سالب 12 وزائد 24 اللي هو قديش بدي يساوي اللي هو 12 يساوي V إذن فرق الجهد اللي هانا قديش حيساوي حيساوي 12 فولت اتجاه الطيار كيف هيكون اتجاه الطيار؟ اتجاه الطيار من السالب للموجب للبطارية الأكبر مين بطارية الأكبر هذي؟ إذن اتجاه الطيار هيكبة من السالب للموجب بتاعه في الاتجاه هذا هيك تمام؟ وبتجيب الطيار الطيار هو قديش حيساوي اللي هو 12 تقسيم 6 أوم تمام؟ وهيك إحنا بنكون خلصنا